اشتركوا في القناة تستخدم للاستعراض اكثر من استخدامها لمطاردة الخارجين عن القانون محركها بقدرة 556 حصانا يمكنها بلوغ سرعة 60 كم في الساعة خلال اقل من 4 ثواني وهذا يعني انها قادرة على اللحاق باسرع سيارة يمكن للصن ان يسرقها في المرتبة التاسعة سبايكر سي ايد سبايدر لا شك ان رجال شرطة مقاطعة في ليفولاندا الهولندية كانوا سعداء للغاية بحصولهم على سيارة سبايكر سي ايد سبايدر المصنوع يدويا كهدية من شركة سبايكر قدرة محركها 400 حصان وسرعتها القصوى 300 كم في الساعة في المرتبة الثامنة برايبوس جي سيكستي ثري هذه السيارة الفخمة تعد انسب من غيرها للاستعمال من قبل الشرطة وهي احدى سيارات اسطل شرطة دبي معدلة لتلائم المطاردات السريعة على الطرق المعبدة وكذلك المساحات الرملية كما في صحاري الامارات تصل سرعة سيارة الدفع الرباعي الفخمة هذه لمائتي واربعين كم في الساعة ومحركها بقدرة 690 حصانا ان كنتم تظنون ان هذه المواصفات اعلى من اللازم انتظروا حتى تروا باقي سيارات اسطلهم في المرتبة السابعة لاوتس ايفورا اس هذه السيارة الرياضية السريعة تستعملها الشرطة العسكرية الايطالية لنقل الاعضاء البشرية عبر البلاد لزراعتها للمحتاجين سرعتها القصوى تصل ل290 كم في الساعة ويمكنها بلوغ سرعة 100 كم في الساعة خلال 4 ثوان فقط من اهم مزاياها يحتواؤها على براد مدمج لحفظ الاعضاء اثناء نقلها في المرتبة السادسة ليكسس اس اف قد تعتقدون ان سيارات الشرطة البريطانية ليست جذابة ولعلكم محقون فمعظمها مؤلفة من سيارات فوكس هول وفورد وهي سيارات عادية لكن شرطة هامبرسايد لديها سيارة ليكسس اس اف تستعملها في الحالات الخاصة السيارة مزودة بمحرك بقدرة 416 حصانا وسرعتها تصل لمائتي وسبعين كم في الساعة ولا يستعملها الا رجال الشرطة الاكثر خبرة في المرتبة الخامسة فولفو ايس سيكستي بولستار كما هو الحال بالنسبة لمعظم سيارات الشرطة فائقة السرعة فان فولفو ايس سي تون بولستار المهدات من شركة بولستار التابعة لفولفو لشرطة نيو ساوت ويلز ليست مخصصة للاستعمال في المطاردات فعليا وانما للعرض في الاحتفالات المحلية واعلانات الشرطة لكن هذا لا يعني انه لا يمكن استعمالها في المطاردات بل على العكس هي مثالية لذلك كونها ربعية الدفع ومزودة بمحرك 350 حصانا وتصل لسرعة 200 كم في الساعة باقل من 13 ثانية تلك المواصفات كافلة ببث الرعب في قلوب اكثر لصوص جرأة في المرتبة الرابعة دوج تشارجر سيارة دوج تشارجر تعد خير بديل عن سيارات الشرطة الأمريكية التقليدية مثل فورد كراون فيكتوريا تصل سرعة تشارجر تراز العام 2015 إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان وهي أسرع سيارة شرطة في تاريخ الولايات المتحدة بعض نماذجها مزودة بمواصفات خاصة بالشرطة من قبيل لوحات مقاومة الرصاص في المرتبة الثالثة تستخدم هذه السيارة الغريبة الشكل في طرقات مقاطعتين ايفون وصومرست الانجليزيتين لرادع سائق السيارات من القيادة بتهور ليست عملية كسيارة مطاردة إذ ليس فيها متسع لركوب المخالفين لكنها قادرة على الانتقال من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.3 ثانية فقط مما يجعلها رهيبة لو لا سخافة شكلها على الطريق في المرتبة الثانية لامبورغيني غالاردو LP-4560 مزودة بمحرك V10 بقدرة 560 حصانا وسعة خزان وقودها 5.2 لتر أقصى سرعتها هو 330 كم في الساعة ويمكنها الانتقال من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 3.7 ثواني فقط منذ النجاح الذي حققه النموذج الأول من غالاردو هو الذي قدمته لامبورغيني للشرطة الإيطالية عام 2004 أصبح لدى الشرطة الإيطالية ثلاث سيارات خارقة لكنها فقدت إحداها عام 2009 في حدث مروري حيث ارتطمت بها سيارة أثناء خروجها من محطة وقود وجعلتها تدور بسرعة هائلة وبتابور السيارات المتوقفة في المرتبة الأولى مجموعة من السيارات عالية الأداء شرطة دبي الإمارات سبق وأوردنا سيارة من أسطول سيارة شرطة دبي في قائمتنا وهي برايبوس جي 63 لكن باقي سيارة الأسطول لا تقل عنها أداء ولا كلفة فجميعها من أفخم وأغلى السيارات في العالم الكلفة الإجمالية لأسطول سيارات شرطة دبي تفوق 6 ملايين دولار ويتضمن ODA6, ODR8, Nissan GTR, Mercedes Benz SL63, AMG, Bentley Continental GT, Lamborghini Aventider وأفخمها على الإطلاق هي البوغاتي فيرون وقيمتها 1.6 مليون دولار محظوظة هي شرطة دبي ومحظوظ أنا حيث انتهيت في أقل من 6 دقائق إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد